السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود ربيع النهاردة هنتكلم على نبات الريحات زي ما انتو شايفين ده شجرة عطرية فواحة جدا لو انت عايز شجرة عطرية فواحة هي دي شجرة الريحان من افضل الاشجار اللي بتتحمل الحرارة في اجواء الخليج وكمان بتنفح في مصر وفي جميع الدول العناء بها سهلة جدا بيوصل طولها لحوالي متر توجد منها طبعا اظهار او الظهور اللي انتو شايفين دي بتزهر زهر ابيضة كده عن قضية طبعا هي بتتميز ان هي اول حاجة للزينة تاني حاجة ريحتها العطرية المميزة وليها طبعا استخدامات كتيرة جدا سواء طبية او سواء اللي بنتستخدمها في الاكل وهي اعتبر من افضل الاعشاب اللي بيستخدموها ودي من افضل الاشجار او النباتات اللي بتتحمل الحرارة وبينفع طبعا زراعتها في كل المضحك الصحراوية والجفة ويعتبر الريحان اللي انتو شايفينه ده غير المأكول يعني فيه نواية تاني بتتاكل ده ما بيتاكلش ده زي الزينة تاب العناء بي ايه اول حاجة هو بيحتاج زي ما حكينا ان هو بيحتاج شمس من ساعتين لخمس ساعات شمس او زي ما انت عايز تاني حاجة بالنسبة ان انت تقدر تزرعه في الاسقيس بتقدر انت تزرعه في الاسقيس وعلى فكرة اهليه كزا طريقة للزراع وهو بيوريكم الزهور بتاع البزور بتاعته بيتزرع بالبزور في شهر عشرة في شهر اربعة وخمسة وستة وسبعة وتمانية ده بالبزور بتقدر انت تاخد البزور بتاعته او تشتريها وعلى فكرة سريع جدا انت تزرعه النهاردة بعد يومين تلاتة بيبدأ ان هو ينبين او بتاخد قص منه غصن وبتبدأ ان انت اطاف مية لمدة عشر تيامها فما سيشرون بيبدأ انها تطلع شروش ويبتبدأ ان انت كده تعمل الطريقة دي وتقدر انت تزرع منه احنا دايما على طول بنقص طبعا بالنسبة للبزور او الزهرة بتاعته بنحاول ان احنا نقصها باستمرار عشان تبدأ ان هي تلمو من جديد والنبات يطلع على طول طبعا دي بنسمادها ثلاث مرات في السنة بالنسبة لي الرأي اللي في الشت عشان تفضل تخليها خضرة زي كده وجميلة عشان لو لعندك الجو بارد او حاجة بنحط لها سماد بلدي معقم اللي هو سماد الطيور او سماد الحيوانات ده عشان يفضل يخليها خضرة كده وفي الصيف بنسمادها بسماد او اليوريا او اسمادها تانية ان انت موجود عندك في المنزم بالنسبة للرأي طبعا بنسقيها في الصيف بنسقيها مراتين في اليوم او مرة على حسب الاجواب بتاعكم لو انت في دول الخليج ممكن تسقيها مرتين او مرة مش مشكلة مش هتتأثر ازاي ما قلتلكم ان هي بتتحمل الحرارة في الشتاء كل تلات اربح ايام او على حسب الجو اللي موجود عندك لو بارد او اي حاجة طبعا دي من افضل النباتات اللي انا بنصحك بيا ان انت تحطها منك وتحطها في البلكونة في الحديقة لحتها جميلة جدا التاني حاجة هي طاردة للحشرات وطاردة للنموس ما تنساش تدعمنا باللايك والشير وكل جديد ان شاء الله على الصفحة والقناة اوه